موسيقى حسب المعايير المهنية الوطنية للإدارة والقيادة في المملكة المتحدة القيادة واحدة من المهارات الأساسية عند المدير ماذا تجاوز هذه المسألتين؟ أول شيء تسيير الأعمال اليومية توزيع الموظفين بطريقة مناسبة مع التركيز على الأداء يوزع الوظافة وسير الأعمال اليومية وأيضاً نحتاج عنده ملكة القيادة الذي يخلق رؤية استراتيجية يشوف مدى البعيد ويقدر يلهم الموظفين ويقدر يلعب معهم فريق ويقدر يساعدهم يثقوا في أنفسهم ومن ثم ينتجوا تسيير الأعمال اليومي والتوزيع الأعمال زائد القدرة على الخلق الرؤية الاستراتيجية فهم الدارة الفريق أن تقوموا التحويل الرؤية الاستراتيجية بعد تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى إجراءات يومية فعالة وكان الفريق نحو هذه الإجراءات الفعالة اليومية لتحقيق الرؤية ومن ثم تغييرها وإلهامهم هذه هي موضفين الفيادة أو الإدارة والشخص اللي يكون قادر على انه يسوي هذه العنصرين الجزئين يكون هو مدير او قاعد ناجح هذا هو مدير قاعد ناجح نحن نريد شخص مايت فلسف شخص يقدر يفهم وين نحتاج نحن نروح عنده رؤية يقدر يحول هذا الرؤية الى اجراءات يومية يقدر يقود فريقه موظفيه في هذا الاجراءات عشان يحقق الرؤية وتتغير الظروف فلازم هو تكون عنده قدرة انه حتى الرؤية ما لا تتغير بناء على الحركة التي تستويت ويكون عنده مرونة ويكتر يلهم موظفيه ويعزز عندهم الثقاء هذا هو المدير هذا يحسب المعايض المهنية الوطنية اللي داره القائد بالمملكة المتحدة سؤال عشان المدير والقائد يقدر يسوي هذه العنصرين ايش من المهارات والقدرات تحتاج تكون عندهم يحتاج ثلاث اشياء يحتاج القدرة المهنية لا بد يكون محترف القدرة المهنية جزء اساسي ما يتخلق المدير والقائد بين ليلا وضحاها لا بد يكون عنده قدرة مهنية وميران وخبرة ويجي قدرة القيادة وقدرة الادارة تتويج للخبرة المهنية اللي هو عنده المهارة الثانية هي قدرة قيادة الافراد يلهمهم يعزز عندهم الثقة والقدرة يقود الفريق والجزء الثالث قدرة التغيير لانه الوقع خطر نحن قلنا ما في استقرار في تغيير اللي كان امس ما هو اليوم ولي اليوم ما هو بكرة فاذن نحن نتكلم عن ثلاثة قدرة المهنية الاساسية تنية لقدرة قيادة الافراد فيها القدرة للتوضيح الغاية والاتجاه توضح لفريقك انت وين رايح فريقك رؤسائك المدرعة الموازين الىك كل الاصحاب المصلحة تقدر توضح لهم انت وين رايح تقدر توضح لهم الغاية والاتجاه تعزيز الثقة والاحترام المتبادل والقيم والمشتركات الاخرى بينهم تعزز الثقة والقدرة والاحترام تكون واحد منهم فيهم مثل ما علمنا الرسول في قيادته للامة كان يجمع الحطب وكان يشاركهم في هذا المشاركة مشاركة القيم والاحترام التواصل مع الاخرين بوضوح وبيجاز ولما تتناقش وتعرض المشكلة تعرضها بوضوح ولما تتكلم عن هدفك وغايتك تتكلم بوضوح وبيجاز المهار الرابع تعم وتكوين الافراد انت باعتبارك اعلى منهم مفرد مهارة وخبرة وقدرة وعلما انت مفرد تنشر هذه المعرفة فيهم لازم تعزز عندهم قدرة لازم تساعدهم تعلمهم تكون واحد منهم فيهم ما تشعر بالرفعة لكنك تعزز عندهم القدرة وتنقل الهم المعرفة اللي عندك عشان معامل الوقت هم ممكن يحلوا محلك وتروح مكان اكبر طب تكن ممكن تروح مكان اكبر عشان حياتك الشخصية وانت ممكن لحد معالجة المشاكل والصراعات داماً في مشاكل في صراعات وفي اهتمامات متعارضة بين الناس كيف تكثر هذه الصراعات تحولها الى مكاسب للدائرة اتباع أسلوب القيادة تاخذ مختلف السيناريوات في الحزبان ما يفاجأك شيء يقول شيء انت عندك حسابه هذه كلها قدرات إدارة الافراد هذه غير قدرات قيادة عملية التغيير هذه كلها مهارات لابد التواجد عن الفرد عشان يكون قائد ومدير حقيقي تحديد نطاق وتخطيط وقاة عملية التغيير ادارة الاخرين مثل عملية التغيير استمرارية التفكير استراتيجي في العملية التغيير وانت حين متجه لعملية التغيير تأتيك مطبات تأتيك مشاكل تأتيك قباية ثانوية تنسى الاصل وتروح مع الفرعة وتندمج فيها وتنسى انت وين كنت ما المفروض ننسى الخطة الاستراتيجية او التوجه الاستراتيجي اللي اخذ في الحسبان اهتمامات اصحاب المصادح قد يكون اصدقاء قد يكون اعداء قد يكونوا بلو قد يكون رؤساء قد يكونوا شركات اخرى كلهم لازم عندهم مصادح في حركتك ولهم قدرة على النفوذ والتأثير لازم تعرف كل واحد ايش يريد منك ويش قدرته على التأثير فيك وعلى اساسه تتعامل مع اساس قدرته ويش اللي يريدون منه توقع اصحاب المصالح تشجيع الاخرين على ان يكونوا خلاقين وابتكرين وانت نجاحك يتعزز كل مساعدة الاخرين انه يقدر يفكر الابتكار يمكن يوصل الى افكار انت ما وصلت اليه قدرة على اتراك الفرص للقيام بعملات التغيير دائما في فرص كيف تقدر تدرك وين الفرصة عشان تقود نحو التغيير هذه المهارات اللي تحتاج تكون عند المدير والقائد عشان يقدر يكون مدير حقيقي مدير قادر على الامجاز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة